طيب بسم الله صلاته وسلم الرسول الله ان شاء الله هنستكمل مع بعض الجزء الخاص بالجهاز الهضمي كنا احنا في الحصة لفاجة الشباب ووصلنا مع بعض عند البنكرياس نعيد مراجعة سريعة عن الاعضاء الملحقة بالجهاز الهضمي او الغدد الملحقة بالجهاز الهضمي قرفنا ان احنا عندنا شباب فيه غدد ملحقة بالجهاز الهضمي غدد زي الغدد اللعبية وعدادهم سبتة بس هرقم مش موجود عندي في المنهج اتنين بيكونوا أمام الأذن هنا يمين وشمال عندي اتنين تحت اللسان اتنين تحت الفك فبالتالي يبقى عندي ست غدد لعبية بتفرز اللعب وكنا قلنا ان غدد لعبية بتفرز عندنا انزيم اسمه دايسوزاين ده بيقتل الميكروبات او الجرافين انزيم من الاميلز اللعابي وده مهمته انه هو بيحلل النشاة ده سوكراسونالي طيب رجاء ننزلنا تحت شوية عند المعدة ألاقي بجار المعدة موجود عند الكبد والكبد قلنا موجود موجود عندنا تمام من ضمنها أنه هو ممكن يحول اي مركب لمركب آخر يعني مثلا انا أكلت السكريات ممكن يحولها لبروتينات ممكن يحولها لادهون خسب حاجة الجسم يشوف الجسم عندي محتاج ايه ايه اللي م generاقص ودنانا عليه يقدر يحول لمركب الى مركب آخر حسب الحاجة طيب فبالتالي ممكن يديني بروتينات او يديني دهون من ضمن المكونات ممكن يخزن السكر تمام دي يخزن السكر في صورة نشا حيواني اللي احنا نطلق عليك لما اسمها جيلايكوجين ده عبارة عن نشا حيواني بيكون في الجسم الانسان او جسم الحيواناتي طيب ممكن يحول زي ما نقول لكم من شوية السكر الى دهون فبعض الناس مسلا بيكون واكد واجبة فيها سكرية بكمية كبيرة جسمه بياخد التقل في السكر ليسا في سكر يخزنه في صورة جيلايكوجين ليسا في سكر يخزنه في صورة دهون يبقى دي كده انا يتم تخزينه تحت الجد من ضمن الوزائيب بتاع الكابت عندنا ان هو بيكون العسارة السفروية وخدوا بالكم هو اللي بيصنع العسارة السفروية لكن الحويصلة السفروية او المرارة هي اللي بتخزن وتركز تخزن زي حصى على حويصلة يعني حصارة مهمتها تخزن تجيب العسارة السفروية وتتحطي بداخلها فترة من الوقت تمام لحين ما يجي وقت طلبها تبدأ تخرج منها الكمية المطلوبة طيب فبالتالي بيحصل فيها تركيز الوزائفة التانية المرة اللي فاتلكوا توردكوا صورة حصوات بتاعت المرارة فبالتالي حصوات المرارة دي سببها ان의 الأملاح بتاع السفرة واظباغ السفرة اللي تم افرازها من الكبد وراحت عندي عن طريق القناة دي تخزين في قلب الحويصلة السفروية لما زادت تركيز بتاعها اظباغت عندي في سورة املاح اللي ممكن تصبح عندي في سورة حصوات المرارة وبعض الناس بيجيبهم مشاكل فيها. فبالطر ان هو بس اصل للمرض. طيب. نيجي عندنا القناة الصفروية. القناة الصفروية بتفتح عندي في الاسم عشر. الوظيفة الاساسية للعصارة الصفروية يا شباب ان هي بتحول عندي الدهون الى مستحلب دهني. يعني الدهون اللي بيتم الحصول عليها اه او في الوجبة الغذائية. تمام? انا اكلت وجبة فيها دهون. الدهون دي هتبدأ تتكسر عندي الى سلاسل اصغر فبنسمي السلاسل الزغيرة دي اسمها مستحلب دهني. طيب وبعد كده بيجي لعندي مجمع من انزيمات عشان تردهمها. تفضل يا تسنين. سايزة المرار لما بتتشعل العصارة الصفروية تتخزن فين? معادش عصارة الصفروية بتطلع بقى مباشرة من الكبد يعني تخزين ما فيش. بتطلع من الكبد عندي على طول على القناة الهضمية. معايا? وده بيدر? ده بيدر عندنا اه. يعني الكمية اللي ممكن تفرز من الكبد في الوقت ده ما تكونش كافية. يعني انا دلوقتي انا ممكن اجيب فلوس وخزنها فقل بحصارة. ليه? عشان وقت مزنة افتح الحصارة واخد منها الفلوس. تمام? طيب انا دلوقتي معادش عند حصارة. فما بخزنش. فجاء وقت ما احتاج في فلوس. اللي في جيبي هو اللي موجود. فالكبد في الوقت ده ساعة الوقت بالغذائية. هل الكمية المفرزة منه هتيبقى كافية ولا غير كافية? ممكن تبقى كمية قليلة. فبالتالي مش هتحول كل الدهون الى مستحلب دهني. فبالتالي لان يتم الاستفادة من كل الدهون اللي موجودة بالغذائية. تمام? لكن وجود الحصارة الصفراوية ده بيفيد عندي لهضم الدهون افضل. فليزا الناس اللي بتشير المرارة الطالب دايما بنصحهم بان هو يخفف من الدهون. عشان ما يجهدش الجهاز الهضمي. لان الدهونها تبقى موجودة لكن في نفس الوقت ما فيش استفادة منها او الهضم بتاعها هيبقى عندي ضعيف جدا. فبالتالي هتخذ الجهاز الهضم شغال وفي نفس الوقت ما بتستفدش منها حاجة. تبقى الافضل ان نفتعد عنها او اجل منها في الوجبات. طيب. ده بالنسبة عندنا لحول السلاة الصفراوية والكبد. نيجي بقى للبنكرياس. البنكرياس عندي من العضاء الخطير يا شباب. لانه شغال عندي بمهمتين ولما نيجي بازن الله في اتناشر لما نتكلم عن انواع الغدد هنعرف ان البنكرياس عندي شغال غددين. غدة قنوية. غدة ده قنوية. مش فاهم. غدة قنوية يعني ليه قناة بيصب فيها. فلو لاحزنا عندنا البنكرياس بتاعنا هنلاقي فيه قناة جاي من قلب البنكرياس اهي وراح عندي على الاثنى عشر. هتعمل ايه قناة? قالت انا هحط انزيمات هاضمة والانزيمات ده هستخدم كل الاكل اللي جاي. يعني الانزيمات بتفرز بالبنكرياس يا شباب انها هدور في هضم كل المواد الجزائية اللي هتوصل الاثنى عشر. تمام? طيب. ادى عندنا الجزئية دي. تانية حاجة قال لي تفرز الهرمونات. ايه الهرمونات? قال لي فيه عندنا هرمونات. تمام? عندنا هرمونات. ايه الهرمونات اللي هتفرز? عندنا فيه كمية جديرة جدا من الهرمونات اهمهم هرمونات عندنا في قلب جسمنا واحد اسمه الانسلين والتاني اسمه جلوكاجون والانسلين عندنا طبعا مشهور جدا وتقريبا ما فيش بيت حاليا الا ما بنسمع ان فيه مصاب بمرض السكر. تقريبا اغلب البيوت عاد فيها حالة حالتين مصابين بمرض السكر. طيب ايه المشكلة عندهم? قال لك الانسولين اللي بيفرج من قلب الجسم بيكون قليل. مين اللي بيفرزه? عندي خلايا موجودة في البنكرياس. فالخلايا اللي موجودة عندها في البنكرياس يا شباب هي اللي بتفز هيرمون الانسولين اللي مهمته يقلل السكر. فلزا مريض السكر السكر عالي يدي له انسولين ينزل السكر لمستوى الطبيعي. احنا عندنا البنكرياس شغال في المهمة دي بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. لكن لو حصل فيه اي مشكلة طبعا الهيرمون ده هموعد له هينخفض وبالتالي مريض السكر هتبدأ تظهر عليه اعراض مرض السكر اللي احنا بازن الله ناخدها بالتفصيل في صفة ماشا. طيب نيجي مع بعض عندنا نشوف الكلام المكتوب معنا. بقول البنكرياس. عبارة عن غدها تفرز العصارة البنكرياسية. العصارة بنكرياسية ان عصارة مميتها خضم الغذاء ده في الانحاء الدقيقة. طيب عبارة عن ايه العصارة بنكرياسية عدد مكونات العصارة بنكرياسية دايما ان الصفحة دي اشياء خدوا بالكم من اهم الصفحات فالبالمنحك. الصفحة بتاعة الاعضاء العضمية الملحقة دايما اهم الصفحات دي. فيها اسئلة كتير جدا. والصورة اللي قبل منها والانزيمات اللي في الجدوى. فدي لازم يكون عندي اسئلة فيها على الامراتين او تلت درجات من الصفحاتين اللي قدامكم ده. طيب. لو عصارة بنكرياسية طالع فيها انزيمات هاضمة كوكتيل انزيمات. هنشوفها بعد شوية. قدر بنكرياس شوفوا الانزيمات اللي بفرزها. كل دي انزيمات بتوقف. طيب. نيجي عندنا بعد كده. بيكاربونات السوديوم. بيكاربونات السوديوم. بيكاربونات السوديوم. ده ما الحداء يا استاذ. ايه ما احنا اخدنا في الاملاح. سوديوم وكاربونات فمنسميها بيكاربونات السوديوم. تمام? طيب. بيكاربونات السوديوم ايه دورها في الموضوع ده. قال الوسط اللي كان في المعدة. كان نوعه ايه? هل قالوا ايه? والله حمد يا شباب. رأيكم ايه? ها نجاو في الشات عايز تجاو تصوت اللي عايز يشارك في الضلم. تمام حمده. فلما يجي لحمضة من المعدة. مع الاكل. ويقابلوا بيه كربوناتو السوديوم. تمام? هيعمل ايه? اه اعمل المعدة كده في دماغك. زي اعمل التفاعل بتاعك? اه لان ايه? تمام? هتروح مع الس ايه اللي بقى ملح. اللي هو كله يريد السوديوم. طيب والاتش راحت مع الاتش بقت اتش تو سي او سري اللي هو حمد الكربونيك. حمد الكربونيك ده حمد ضعيف بتفكك الى مية وثاني اكسيد الكربون. تمام? يبقى احنا دلوقتي غيرنا البيئة بتاعتنا من بيئة حمضية الى بيئة متعابلة. ماشي? انا حاجة. تاني حاجة عندنا. كوننا ماء. كوننا ثاني اكسيد الكربوني. حلو? طيب. اللي بيخليه قلو برافو عليك يا رانا. الجزئة دي بقى مين? العسارة الصفراوية. هي المسؤولة عن القلوية في الاقعاء. معي كده? سوا اني ازينا يا شباب. نجم مع بعض يا شباب نستكمل الجزئة بتاعتنا. طيب. السراءة عندنا بدل يعني ايه قلوية يا استاذ? طيب. تعالي نشوف كده. احنا عندنا فيه ثلاث اوساط للمواد الكيميائي. ايه مما تلاث اوساط? في عندنا حاجة اسمها حمض. حاجة اسمها قلوي. حاجة اسمها متعادلة. الفم عندنا بيكون متعادلة. الفم عندك لتحسي بتعمل قلوي ولا تعمل حمض. بمعنى. لو انت جبت ليمون وعصرته في الفم. طعمه حمض. اه وده الحمض. عشان الليمون في حمض اسمه حمض الستريك. تمام? نضع طعم الحمض. طيب. في عندنا مواد تانية بيكون قلوية. بس القلويات دي بيكون خطيرة لان هي ممكن مادة حارقة. فبتستخدم مسلا في التصناع زي الصابون. بنحط عليه حاجة اسمها السودة الكوية. تمام? سودة. اه سودة كوية عشان فيها هيدروكسيد السوديوم. فاي مركب كميائي فيه هيدروكسيد هيدروكسيد مغانسيوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد 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 ده بنسميه قلو. فبما لقي مركب في اخره OH ده بنسميه مركب قلوية على طول. احنا عندنا الجهاز نرهضمي. الفم بيكون متعادل. المريء نفس الفكرة. انزل للمعدة لقاحة حمضية عشان وجود الHCL. واجب بالنسبة للـ 12 تتحول البيئة من الحمض اللي كان في المعدة الى بيئة قلوية. مين اللي بدأ يغير الحمضية بتاعتنا الى قلوية? عندنا العسارة الصفروية. الاصباط على الصفرة واملاحة الصفرة هي اللي بتعادل الحموضة. بتغير من الحموضة وتخلي الاماعة عندي في صورة قلوية. تمام? طيب. حصوات المرارة عندنا آآ يعني هي بتطلع وبتتخزن. انت عندك استهلاك بيخرج منها وبيتم ايه? استخدامها. ممكن بعض الناس بيتم تركيزها بقدر كبير فبتتلب تتكون الحصوات. فحيط التفاديها دي ملاش هتتفادي خلاص بتيجي عندي ناس كده يعني والسلطة وخلاص. طيب. كده احنا عرفنا الاوسارة الصفروية بيكون وسط قلوية. عمل الامعاء بتاعتنا قلوية. تمام? وبتفرز طبعا عند الحاجة. كذلك البيكربونات بس البيكربونات اللي بالوظيفة بباعتها مايش واضحة عند لها هنا في قلبك وزيبي موضحة. ازي ما وضح هنا ان الاوسارة الصفرية بتعمل قلوية. انا وضحت لك ايه دور البيكربونات? اني انا بتتفاعل معي مع الاتش سي ال اللي جاي في المعدة. اللي جاي مع الطعام اللي جمالة. فبالتالي تحورت عندي الى ملح طعام اللي هو وحمد الكربونيك اللي بتفاكت الى ثاني اكسيد الكربون والماء. يبقى انا كده غيرت الوسط بتاعنا من وسط حمودي الى وسط متعادل او كمان وسط طيب. تاني هيرمون الهيرمون بتاعنا بقى اللي هو هيرمون الانسيميل اللي احنا قلنا عليه مهمته زبط لي ترجيز السكر في الدم اللي هو سكر جلوكوس. وجاب لي هنا في الجدول الانزيمات اللي بتستخدم. تعالوا كده مع بعض. هجبها لكم انا من اللي انا عمله على اساس ان انا مرتبهم بطريقة كده. فنشوفهم مع بعض يا شباب على اساس ايه نقدر نربط ما بينهم. ركزوا كده معي يا شباب بالنسبة ليه الجزء ده عشان تقدر تربط الانزيمات الموجودة لان عددهم كبير فبعضوكم بيتوح فيهم. واحدة واحدة كده. اول جزء عندنا اللي هو الفم. عرفنا ان في الفم الغداد اللعبية الوسط بيكون متعادل وفي انزيم واحد عندي في الفم. بالنسبة للمعدة عندنا في غداد في المعدة بنسمى الغداد معادية بتفرز ايه حمض الاتش اسيل وبتفرز انزيم اسمه بيبسينوجين. خدوا بالك ان هو كتب البيبسين مباشرة. لأ ما بفرزش بيبسين مباشرة ده وبفرز بيبسينوجين. وفي وجود الاتش اسيل يتحول الى بيبسين. طيب البنكرياس عندي بيكون الوسط قلوي. ليه قلوي? عشان الوسط الصفروية. فضل ليه بجب. يعني البيبسين دي الغير او نفت بالبيبسينوجين? لا انت عايزك تفوق منها البيبسينوجين شرطة او ساهم ان هو بقى بيبسين وتكتب على الساهم كده او تاخد الاتش اسيل وتعملها على انها هتروح على الساهم يعني مفيش مشكلة ده الفاهمة كنت. لكن هو فقال بالجدول كاتب لبيبسين. فهو بفرز سصورة غير نشطة. اه. ابني عارف ان هو في الاساس بفرز سصورة بيبسينوجين ويتحول الى بيبسين بسبب الحموضة اللي في المادة. طيب. طيب. تمام كده? البنكرياس والغدر المعاوية. الغدر المعاوية دي بتكون عندي في الاسن عشر. تمام والامعاء? دقيقة في الجزء الاولاني منها. والبنكرياس اللي اتنين بيكونوا قلوي. مين السبب في القلوية ما? احنا قلنا العسارة الصفروية. الى العسارة الصفروية اللي فيها املاح الصفرة وازبغة الصفرة هي اللي بتحاول الوسط بدل ما كان حمضه في المعدة الى وصل قلوي. وليه عند كمية كبيرة من الانزيمات? تعالوا نشوفهم واحدة واحدة. اول انزيمة هنتكلم عنه الامايليز اللي عادي. انت بتعمل اي اامايليز? اه لا انا باخد النشا. بدل ما هو سلاسل طويلة اقطهم حبيتين حبيتين. كل اتنين مع بعض. طيب الحبيتين اسمهم ايه? سكر مالتوز. المالتوز ده سكر سنائي. يعني اتنين مع بعض. اتنين جلوغوز. طيب. الاقي الامايليز كمان مرة معايا. بس المرة ده جاي من مين? البنكرياس. بتعمل ايه? قال لي بعمل نفس المهمة. بعمل نفس المهمة. بغض من النشويات الى سكر مالتوز. يعني في نشويات تكون عدت من الفم ما تهضمتش كويس. انا يا بنكرياس اساهم بقى في استكمال المهمة. يعني بيكون تم هضم النشويات مش بصورة كلية في التام. جزئيا. نص نص شوية منهم اتهضموا وشوية عدوا من الهضم. ينزل بقى عند فيه الامعاء بعد ما المعدة تكون هرسة الطعام محولته بصورة سائلة. يجي لتاني الانزيم ده عشان يستكمل العملية. اه ده الامايليز. هل في اي امايليز تاني يا شباب? هل تم تكراره مرة اخرى الامايليز? لأ. يبقى ناخد بالنا ان الامايليز موجود عندي مرتين. مرة يفرز متام فليزة حتى بيسموه الامايليز اللعابي. مرة اخرى يفرز من البنكرياس فبيسموه الامايليز البنكرياس. طيب. نجي لتاني حاجة عندنا. اللي هو بتحول الى بتعمل ايه? قال البروتين سلاسل طويلة. اه اصحق سلاسل قصيرة. اه يبقى يهضم البروتينات الى ببتيدات. طبعا كده? يعني البروتين ده حاجة ضخمة. ادى كده. طيب هو يخذيها وحدات صغير. يبقى يهضم البروتينات الى بيبتدك كبيرة الحاجة. اه ده البيبسين. طيب يبقى لقى ابن عمه اسمه تريبسين. اه لا. بيبسين. والتريبسين اه ولاد عم. ده عمله ايه? نفس الفكرة. يهضم البروتينات بس كمان هناخد معا البيبتدات. عشان يحاولها الحاجة اظهر اللي احنا كنا اخذناه في التركيب الكيميائي ان البروتينات ده كوا من وحدات صغيرة تسمى احماض امنية. كان عددهم كام يا بنات? اه شباب? ها? عددهم كام? حد فكر اعداد الاحماض الامنية? ها? اشوف كده في ناس جاو بتاهم ان شاء الله. تمام عشرين. برافو. منا ورانا واسراء وتسميم وصابة ومجاد. شباب كلهم مريم. ما شاء الله عليكم. فعلا عشرين. فاحنا عندنا البيبسين هذا النص نص. حاولهم من بروتين لبتدات. يجي الابن عمه التريبسين يستكمل المهمة. يعمل ايه? ياخد البروتين اللي ما تهضمش وعد من المرحلة الاولى. ومعهم البيبتدات اللي جات من المعدة ويستكملهم لحد ما يحاولهم لأحماض امنية. خلصتنا كده البروتين قال لك لا. ليه? هجلنا واحد ابن عمهم برضو اسمه يبقى هضم البروتين هلاقي عندي تلات انزيمات اشتغلوا مع بعض. مين? في المعدة. تيربسين في البنكرياس. افرص وقلب الامعاء. تمام? في الاسم وعشر. وكزلك الغدد معاوية افرزت واحدين اسمه عشان بيكسر الروابط البيبتدية. تمام? ماشا بربع لك يا تسنين. تمام? طيب. يبقى البيبتدات ويحاول للاحماض امنية. خدوا بالكم التسلسل. البروتين اللي بيبتدات. بروتينات وبيبتدات لاحماض امنية. طيب في بابتدات عدت. خلاص البيبتداز هيقابلها هيحولها الى برضو احماض امنية. يبقى انا كده تم هضم البروتين عندي على تلات مراحل. تمام? طيب. اذا كده خلصنا البروتين. تعالوا نخش بعد كده يا شباب بالنسبة ليه السكر. هلقى عندي مالتيز? مفرز بالبين كرياس. اه ده من كرياس واده عندي مالتيز. هتعمل ايه يا مالتيز? خدوا بالكم من حاجة. لما لاقي كلمة في الاخر فيها يبقى سكر. لما لاقي فيها ييز يبقى انزين. مالتيز مالتيز لاكتيز ساكاريز ببتديز لايبيز. هلاقي ييز في الاخر على طول كلمة انزين. لكن لما لايك جولوكوز ساكاروز لاكتوز مالتوز بوز يبقى سكر على طول. اربطوا المعلومة ده عشان ما تنسوها اش. تمام? طيب. احنا وصلنا عند المالتيز. يا مالتيز انت شغل على مين? قال انا شغل على الدعمي مالتوز. يبقى كل العمل غير حرف واحد. مالتيز شل الياء وحط مكانها واو. فبقت مالتوز. هتعملوا ايه? قال المالتوز احنا كان عندنا في الفم انتو اسمتوه من نشا الى حبتين حبتين. اه. قال انا بقى حفص ما بين الحبتين دور. هكسرهم. طيب اخليهم اتنين بلوكوز. طيب. ها. في حد شبهك قال لي افو واحد ابن عمي برضو. ها. برضو مالتيز. نفس الاسم نفس الاسم نفس الوظيفة نفس الوظيفة ما فيش فرقنا بالاتنين. هنا مالتوز وهنا مالتوز. تمام? طيب. نيجي بعد كده. في هضم تل السكر قال لي ايه. تمام? بس هنجل السكر اللي بعد كده بعد شوية. ليبيز ليبيدات. ليبيز ليبيدات يعني دهون. هتعمل ايه ليبيز? قال انا ههضم الدهون المستحلبة. مين السبف الاستحلاف? العسارة السفروية. اللي الدهون كانت عندي عبارة عن مركب معقد وتم تحولها الى مركبات بسيطة. قال انا حاول عندنا الاحماد دهنية وبالسرول. طيب يعني حاولتها لصورتها البسيطة ايه. طيب في حاجات ممكن تعدي? ممكن. الا ايه مرة تانية موجودة عند الليبيز هو هو. بس مرة من البنكرياس ومرة من الغدل معاوية. بيعمل نفس مهمة بس اخدوا بالكم من حاجة. ان مرة هنا كاتب الدهون المستحلبة ومرة هنا كاتب الليبيد. الاتنين واحد والله. ده وده الاتنين واحد. مفيش فرق ما بين الدهون وبين الليبيد. تمام? حتى الناتج بتاعهم واحد. احمد دهونية وجلسرول احمد دهينية وجلسرول. فهو بس مرة كتبها دهون مستحلبة هنا. ومرة كتبها الليبيد هنا. طيب. اخر انزيمين عندنا اللاكتاز والساكاريز دول انزيمات سكر. لاكتاز شلليا وحطوة. لكتاز. ساكاريز شلليا وحطوة وساكاروز. طيب اللاكتاز اللي هو مين? سكر الحليب. لما كنا شايفين كوبايت الحليب ما كانش مكتوف فها سكر. طلع فها سكر. طيب ده عبارة عن ايه? سكر الحليب عبارة عن اتنين سكر مع بعض. وهو سكر سناء. جلوكوز وجالكتاز. طيب وبالنسبة للساكاروز اللي هو سكر القصب اللي بنحل بالشاي. اتنين سكر برضو. عبارة عن مين? جلوكوز وفرق طوز. ها. رابطنا كده الاسماء. اللي عايز ياخدها الصورة بسرعة يا شباب على اساس ان هو مسلا بالقلم عنده قلم الوان او قلم تحديد في قلب البيت. ممكن الحاجات اللي شبه بعضها يعلمها على اساس ان هو يبقى رابط ما بين الوظيفة بالتلاتين لانا الوظيفة واحدة. بس يبقى عارف ان ما كانه يففز والمكان الفلان ويحفز وظيفة ليه وخلاص. ها. تمام يا شباب? نرجع لكلامنا. تمام ممتاز التأسيمة دي. ماشي يا شباب. خلاص? ها. نشوف حد بعد. تمام. آآ بتقول ايه يا رانا نتفضل. الليبت هو الدهون اي حني. الليبتات هي الدهون. ماشي? احيانا بيسمها فاتس احيانا بيسمها ليبتس. تمام? كل ده نفس الشيء. طيب راناكا بتتكلم عندنا على آآ تمانية. لا آآ تمام. اعتقد ان انت كنت بتتكلم على آآ الاحماد الامنية. الاتناشر اللي الجسم يقدر يسنهم. وتمانية اساسية اللي الجسم لازم يحصل عليهم من مصدر الغذائي. يعني لازم ناخدهم في قلب الاكل. تمام? يعني لازم ما اكل اي وجهة غذائية عشان احصل على التماني ادوان. طيب. ده بالنسبة عندنا ليه الجزئية دي. كده احنا خلصنا الجدول بتاعنا اللي موجود عندنا في الجزء ده. وكده الحمد لله. نجل صح في الجهاز الهضم. جاء هنا في الجزء الاولاني منها بيتكلم عن التمارين الرياضية. ان احنا اسنها عملية الجارية يا شباب اللاجم جسمنا يحرق الغذاء. فاضلة تسنيم. عايزة حاجات? يا استاذ هو المعدة بتفرز الببسين وبعدين بتفرز علشان يتحول الى اللي هو النشط? بص يا امر. اللي موجود عندي بشكل مستمر في قبل المعدة. ضمن السوائل اللي موجودها في قبل المعدة. لكن البيبسين او البيبسينوجين اللي بفرز بفرز عندي اسناء وجود وجبة غزائية. يعني لو عندي وجبة غزائية داخلة على طول مباشرة فيه هرمون في المعدة اسمه الجسترين. بيستشعر وجود اي طعام في قبل المعدة. المعدة بتقوم تفرزه وتحفز نفسها عشان تفرز الايه? الانزيم الهاضم اللي هو البيبسينوجين اللي بتحول بعد كده لما يلاقي الوسط حمودي فيتحول البيبسينوجين. حتى بالمعنى كده لو انا فهمتها. البيبسينوجين بيتحول الى صورته النشطة. مجرد لما يدخل في المعدة. يبقى داخل ولاقة مين اللي قابله هناك? آآ المستقبل بتاعه كان لقيتش السيبر. هو اللي استقبله وقدر يحول من صورة غير نشطة الى الصورة النشطة. تمام كده يا جميل? طيب. نجي بقى مع بعض عندنا يا شباب. عندنا التبرير الرياضية الناس اللي بتمارس رياضة? طبعا عندهم الحرق عالي فبيحتاجوا قدر كمية كبيرة من الطاقة. فلازم بيأكل وجبات غزائية عشان يحرق الوجبات دي. بنشوف بعض الاجانب بيحافظوا على رشاقتهم. فتلاقيه احد يحسن بالواجبة الغزائية بتاعته. تمام? يجي يقول لك والله انا النهاردة مرس الرياضة الفلانية انا الوجبة بتاعتي وليكن مسلا مع علاقة رز ومش عارف قد كده آآ خضار واللحمة بتاعتها هكون لحمة نية ولا مش عارف لحمة ايه ويزبط في وجبات بالجرامات. ايه عمل حاجه عشان يحافظ على وزني? تمام? طبعا احنا ما نزغلش بقنا بالكلام دي ما احناش فاضيين. انا الحمد لله ابناك واللي قدامنا وخلاص. ده حلال مواجبة بعض ايه. طيب. الناس دي بتحاول تشوف اي وجبة غزائية وبتشوف كم الصعرات الحرارية اللي موجودة فقل بالواجبة عشان يشوفه الجسم ومحتاج قد ايه. هيمارس نشاط قد ايه والطاقة اللي محتاجة قد ايه في الشغلة بتاعنا القديم. لكن نعيده من تاني. قلت لك الوجبة الغزائية. انا حاليا في كتعة حلوة مثلا اكلتها في الفم عندي دي بوقت. فيها سكر. هينزل عندي على الجهاز الهضمي. ومن الجهاز الهضمي هيروح للدم. طيب. انا نفترض ان السكر في دمي منخفض. مباشرة جسمه هياخد السكر اللي تم انتصاصه. ويبدأ ان تجمينه طاقة. يشغلد الخلال العصبية اللي في مخي. عشان اقدر ارتب المعلومات عشان اقدر اوصلها لك. او اشوف اي فكرة اربط لك المعلومة. تمام? طيب. او احرك ايدي. كل ده عندنا محتاج طاقة. قلبي. بيدا. طاقة. طاقتين شغالين تنفس. طاقة. جهاز الهضمي شغال والمعدة شغالة. طاقة. فكل ده عندنا محتاج طاقة. فده بنسميه الايد الهدمي. ان جسمك ياخد الوجبة الغزائية. ياخد السكر عشان ينتج منها طاقة. فبنسمي العملية دي اسمها ايد هدني. ايد هدني. طيب نجي للحالة التانية. الايد البنائي. الايد البنائي ده بيحصل عند الناس اللي مريحة. تمام? يقوم ياكل ويراح ينام. ياكل ويقضي تفرج على تلفزيون. بتمارس رياضة? لا. بتبزل اي مجهود? لا. طب جسمك هل بيستهلك كل الطاقة اللي انت اكلتها? طبع لا. هيستهلك كما بسيط عشان الوظائف الاساسية اللي انت يشغل فيها القلب بيوم بودن مخ شغال الرئاتين شغالين. فيه وظائف شغالة عندك بشكل مستمر تاخد طاقة. فيبقى انا عندي حد ادنى من الطاقة لازم دسمك هيستخدمها. تمام? طيب لكن لو مارست رياضة او مارست مذاكرة او قمت باي نشاط يبقى في الحالة دي جسمك هيزيد من الاستخدام. زي السيارة. انا السيارة اغلبكم ممكن اللي بياخدوا السيارة من ور الوالد ولا حكي عشان يسوقها. لو انت شلت رجلك من البنزين هتلاقي السيارة غمشي الوحيدة. في حد ادنى من الوقود بيماشي السيارة الوحيدة. لكن لو دست شوية على البنزين. اه يبقى السيارة هتزود في السرعة بتاعت. فده نفس الفكرة. جسمك لازم يكون في حد ادنى من الطاقة. تمام? طيب زودت. الضغط على الجسم او استهلكت انشطة اكبر. في الحالة دي استخدامك يكون عندي اكثر. تعالوا بقى نشوف الايد البنائي. الايد البنائي ان انت ما استغلتش. او طيب التغزين. ممكن يكون في صورة جيليكوجين زي ما احنا قلنا. وممكن نخزن في صورة دهون وهو الصورة الاساسية للتغزين. تعالوا نشوف الفرق مابل اتنى. بقول الايد الهدمي. ايه هو الايد الهدمي? قال لي ما صارت لاستقلاب الخلوي? اللي انا هحرر فيه الطاقة. هتحررها منين? هاخد المركبات الكميائية المعقدة اللي هو السكر. هتعمل في ايه? هحوله للمركبات ابسط. ازاي? والله هو السكر في ستة اتش مشرق ستة حالو. هتعمل في ايه? هحوله لاثاني اكسيد الكربون والماء. اه يبقى انا حولت من صورة المعقدة الى صورة بسيطة. من مركب عضوي لمركبات غير عضوية. ده اسمه هدمي. هدمت المركبات. كسرت المركبات. ممكن تكون عامل ضايت. فجسمك قاعد ياخد من الدهون. برضو نشاط هدمي. ان انت بتاخد من المخزن وتحرق. تعمل بنائي العكس. ان انت تاخد المركبات البسيطة وتبني بها مركبات معقدة في قلب بجسمك. فده بنسميه ايد بنائي. واحد جاب بروتين او اكل دجاج اكل بيض عشان يزور عضلاته. يبقى ده اسمه ايد بنائي. تمام? والعمليتين لازم يكون في بينهم توازن. واشوفكم بعد ما ارسل الربط التاني. سواني ويكون عندك عشان.